باتجاه مناطق غرب الانبار تسير حشود القوات الحكومية وميليشيا الحشد مدججة بسلاحها الخفيف والثقيل لاستعادة السيطرة على تلك المناطق مما تسميه الارهاب اعلان التحرك صوب قضائي راوى والقائم جاء بعد عمليات قصف ممنهجة على تلك المناطق بدأت منذ مطلع الشهر الجاري وما زالت مستمرة اكثر من عشرين غارة جوية للتحالف الدولي والطيران الحكومي على مناطق اعالي الفرات منذ مطلع شهر تشرين الاول الجاري رافقها قصف مدفعي يومي اسفر عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح وثقا لمصادر طبية استمرار القصف على قضائي القائم وراوى ادى الى تشريد الاف المدنيين بحثا عن اماكن تقيهم القنابل والصواريخ العشوائية الدمار الذي تشهده مدن غربي الانبار يتزامن مع وصول قوة من ميليشيا العباس قادمة من قاعدة عين الاسد الى ناحية عكاشات استعدادا للهجوم المرتقب على راوى ويبدو ان ميليشيا الحشد ستشارك ايضا بصورة اساسية في الهجوم على قضاء القائم اذ اعلنت قوة من الحشد استعدادها للمشاركة بالهجوم على القضاء ومع اقتراب موعد انطلاق الهجمات الحكومية والميليشياوية على مدن غربي الانبار فان سيناريو المأساة الانسانية يتكرر حيث تعجز قوافل المساعدات الاغاثية عن الوصول الى مناطق اعالي الفرات بسبب استمرار القصف الجوي والمدفعي وهو ما يعد مخالفة صارخة لقوانين حقوق الانسان الدولية وتقول هيئة علماء المسلمين في العراق ان ما يجري بحق المدنيين في القائم وراوه هو تنكيل مقصود بذريعة محاربة الارهاب الذريعة التي خدمت مشروع ايران التوسعي اكثر من غيره ترجمة نانسي قنقر